اشتركوا في القناة والزوجية بالأحرى بين الشركين شو علاقتها بأنه الولاد يروحوا يعيشوا بعالم الافتراضي بكل وسائلهم الموجودة ليش ولادنا بينزووا بالعالم الافتراضي وكيف هيدا الشي بيأثر عليهم وشو علاقة المشاكل اللي بتصير بين الأهل ضيفة كريستال بجاني مدربة حياتية عائلية متخصصة أهلا وسهلا فيك كريستال بدأ بموضوع الأهل هل ستبت من خلال طبعا أنت كمان اللي عم تشوفي بيعياتك أنه المشاكل اللي بيعيشها الزوجين هي سبب بأنه الولاد يروحوا على وينزووا به العالم الافتراضي اللي هو السوشيل ميديا مية بالمية أول شي بونجور للكل تاني شي المشاكل مش بس توقف عن مشاكل الأهل بتوقف بمشاكل الأهل وتعاطي الأهل مع الولاد لأنه هل بتوصل لبعدين أو شي با نحكي من الأهل من أول ما يبلش قبل ما يجي الولد لأنه هني لما أنا بتفرق إذا أنا مجوزة على اتفاق وفهمتك وبعرفيك وبدأ كف حياتي معيك وأعمل عائلة وبتفرق إذا أنا مجوزة لأنه قطعت عمر الأربعين وماعد فيه يمكن ما عود عنده تشانس وبدي أتجوز وأطلع بين هالدنب والد سو أنت على أي خيار أنت بتكوني رايحة وفي ناس إيفن بتكوني أنت مبلشين بعلاقة كتير منيحة وعلاقة كتير سوية بين بعض مع الوقت ومع الروتين اللي بيصير بالحياة بيوصلوا هني لمحال بيصير تطلعات المرة غير تطلعات الرجال ما بيعودوا لقوا نقطة التقاء بينتهم فكل واحد بيفتح عالمه بينقطع التواصل بينقطع التواصل وكل واحد بيفتح عالمه بقى ما بيلاقوا نقطة مشتركة مشكلة وين أنه أنت لما بيصير واحد كل واحد فتح عالمه الخاص وفي ولد هالولد وين أي عالم بده يروح يعني أنا مشاكل زوجية فيها تكون خياني فيها تكون عدم تفاهم فيها تكون تنمر فيها تكون ستاندرد بقى الرجال شايف المرة بده تكون فيها والمرأة أنه أنت حبيتنا على طبيعتي ليه بعد تيجي تغيرني وفيها تكون المشاكل الحياتية الاقتصاد الوضع حياتي الضغط فقديش هني الكابلز هني قدرين يوعوا أنه يشوفوا هني المشكلة ويقدروا يحلوها بلا ما يحس الولد كيف الولد بيشعر وليش بيهرب إلى هيدا العالم شوف الولد هو كائن حساس بالأول نحنا كلنا حساسين بس أولاد لأنه أول شي بيلقطوا بسرعة فهني بيتأثروا بكل شي بوزيتيف أو نيجاتيف بس هني ما بيعرفوا يميزوا أنه هيدا إيجابة وهيدا سلبة عقلهم الباطنة بيتلقى شو ما بينحط قدامه قدي الكمية اللي عم بتفوت بالعقل الباطنة قديش التصرف على كبر حيصير أقوى أه حيكون منيح أو حيكون عاطل يعني أنا إذا الأم من الستايل اللي تطلع مصروفة داقة الدنيا وتطلع مصروفة بفوت على وسائل التواصل الاجتماعي لايق لايق دعم لحد يتبلغ حدث ولا حرج عم نشوفون كتير تنلاقي الولد اللي هو برات الكاميرا عم بيشوف أمه إنه هم بتطلع وعم بتجيب وبتاخده وبتروح ومصاري كتير سهلة وما عم بيعملوا ولا أفار طب أنا لما كمان جي أجيبه لها الولد وحطه معي لهو يطلب مساعدات بطريقة المزة بس وإن فاكت منه مزح هيدا لوعيه للولد عم بيتسرب إنه أنا المصاري عم تجعني عم تصلني بالسهل سو هيدا الولد إنتي لما عم بيشوف أهله يعني أصدك بس خلينا كيف بدي يطلع يعني أصدك الأشخاص عم نشوفهم يعني أمثال كتير يلي بيحطوا أولادهم على السوشيل ميديا إنه عم نعمل هيك وعم نعمل هيك وبصير يحكي مع اللي بيشوف اللي بيكون طالع لايف وعم بيحكي معهم هيدا هيدا الكيس لأنه الأم أنا بدي أجي سلم جدل إنه أنا مع الأم أو الباي هن حرين يطلعوا لحالهم إذا أنا عم بياخد هيدا الكتة ما فيك تجيب ولديك وأنت تفرضيه على هيدا الابليكيشن أو على أي شين كان ويعمل مثل ما أنت عم تعمله أنت مسؤولة منه ما فيك تعرض اللي أنت عم تقبليه عليه هو لأنه هو بس عم بياخد منك طب بعدين بكرة لما يكبر أو تكبر الولد لما يصير الكمبرتمان طبع والتصرف طبع ومنه منيح أو شاز أو عاطل عن العمل أو استلشائه أو ما بيتكل عحاله أو أنا الماما والبابا أمنين لكل شي من أنا وصغير طب هيدا الولد لا عنده مسؤولية بقى ولا بده يدرس ولا بده يتعلم ولا عنده بلانينج لفوتشر منيح ولا قدر يشوف شي بقى لأنه كل شي وصوله بالسهل بعدين نفكر نقطة هيدا ما بيفكروا فيها العالم لما أنا هاي الابليكيشن ما أنا دايمة وسائل تواصل اجتماعي كل مرة بتتشقلب وبتتغير بتجي بوجوه كل مرة بوجي شي بس هام أنا دايمة إذا أنا معلمت ولدي إنه هيدا شي مموطنية يعني مؤقت وإنت لازم تكون ثابت إذا راح هيدا المؤقت أنت ثابت بالحياة بيعطيك العافية منصير مثل اللي بيطلعوا بيشحدوا لا يدفعوا أجار بيتون تطلع لحتى تشحد موتار بس أنت برأيك برأيك يلي بيطلع أولاده بهيد الطريقة مثل ما قلت بين هلالين يعني لاش حادق أو لحتى يتواصل مع الناس لحتى يبعثونه مصاري وغيرها هن هممون الولاد؟ هممون تربية الولاد؟ هممون كيف بيطلع الولاد بعدين؟ هن بديك تشوف أنت كمان الأهل باجراوند الجيين منه يعني في ناس كانت ربيانة بميتم وبعيدة عن أهله من هن وصغار كبروا وما معهم مصاري وما معهم مدييات ووصلت للتيك توق فتحت التيك توق باب المصاري سوصار هو شو بيعمل؟ النقص اللي ما أخده من طفولته بده يؤمن لأولاده كل شي ممكن سوصار بياخد تيك توق وسيله ليعب المصاري من تيك توق تعب النقص اللي عنده ويقدم لأولاده لكتير اللي كان نقصه إله بس مش للتعمين مش كل الناس هيك لما أنت بيكتوف اللي بتطلع بتشحد للأجار هولي أهله كيف كانوا وين أهله أصلا هني هلأ؟ ما نحنا الباز بقى نرجع كمان للأهل يعني أنا فكرتا أنه أنا لما عم بوصل لا شزوز لا اختصاب لا هولي القصص المضطرفة اللي هلأ ضجت دين فيهم الباز تبعيتهم جاي من بيئة معينة من أهل معينين هولي الأهل عاشوا عاشوا برأيك يعني اللي بيكونوا من هل اللي عم نحكي بشكل عام يعني بيكون الأهل في مشاكل بيناتهم لراحوا لولاد شوف للسوشال ميديا ايه ليعيشوا بهيدا العالم لحتى يتعرفوا على الناس ليصيروا صح فريسة سهلة بيدي الناس ايه هيدا كمان بديكتو اسمية اتنين يعني في عندك شي اسمه تروماتيك سترس ديزوردر هيدا لما يصير عند الولد هيدا يعني لما الولد بيكون انتوائي بيصير انتوائي وبيصير بده يدل حاله وبينبسط بالايباد واذا بتقشتيل بالايباد بيكسر الدين عليك يعني بيعمل مجازة ايه تعلق ايه يعني بيتعلق فيه لانه هيدا صار عالمه هو ليه بيروح لهاي لانه هرب من العالم اللي هو فيه يا عيله هني ديجا متفككين وعندهم مشاكل بين بعض سهو سحب حاله من هيدا الوضع وراعه محال بقلب هيدا قادر يحس انهو موجود وبيقدري مثلا اذا مراهكي يكب مصاري هو اللي عم يصير اللي ناقصه عم بيكبه بقلب الابليكيشن يا بتلاقي بطريقة معينة بصير مسلا بده يجيب بنات ويتعرف عليهم يلا يثبت انه هو موجود يا بيروح على حيالة شي ترفيه على حيالة شي ترفيه مؤزة لانه نحنا وصلنا هلأ بهيدا الموضوع اللي عم بصير هلأ بلبنان هيدا موضوع اخد كتير سكت سكتورات يعني انت بتشوفه في محاميين في حلقين في اعلميين في شحاره تعتير بقلبه فمش دمان واحد فانت شوفه هيدا الشخص اللي فاتح تيكتوك او الشي فاتح حيالة وعم بيشوف عم حيالة موضوع موضوع ميكب ممكن يشدوه موضوع تصفيف شعار ممكن يشدوه سبشال كت شو ممكن هو شو بحاب يمكن هو تالان بالميكب افترضنا هالبنت او الصبي هن تالانتد بشي معين ما عادرين الاهل ينتبهولو انه هو عنده هيدا اصلا بيكون بيوضع مشاكل واني كن مش شايفين الولد عشوم ميه بالميه شو بيحب هالعم هالعم هالموهب صح ونحن لعنا فكرة هنه بياخدوا فكرة انه الولد كل شي الاهتمام يعني هو بده مصاري اكل وشرب ايه انه هيدا هو مصاري يعني بتجيني واحد بتقلي انا عملت له كل شي احلى مدرسة اكل الاكتيفتيز حتططط وين ما بده بيخده وين ما بعمل بيخده هول واجبات واجبات مادية بس واجبات المعنوية شو عم بتحس شو عم بتفكر مين بتحب مين بتكرار الحيوار القصص الدقيقة اللي لما بيقولولك الاهل لازم يكونوا رفقه مع الولاد غلط ليه الاهل لازم يضلوا اهل مع الولاد يوم تل ما بعود فيه انه الولد يجي ويحسك سابورت له ودعم له صورت مثلك متل حيال لحدة فيه بس هيدا كريستال مش بعمر معين لازم يعني نحنا في عمر معين خاصة بالمرهقة بيقولوا انه لازم يكون الاهل رفقه نحنا منسميها رفقه بس هي مول مفروض تكون رفقه لهم بتصير رفقه ما بتعود الماما بتطعيط ماما بتصير تطعيط باسمها ما بعود مثلا اذا انا بدي اعمل هيك لا انا بدي اعمل هيك انعيلى الولد يعني ببطل فيه سلطة اصدق على الاهل مش سلطة انه انا اكمع لا سلطة فيه وهرة يعني فيه هيبة اللي عندي اهل عندي سند عند ناس وقال لي انا اذا اهلي بدون يكونوا متل رفقاتي برون عند رفقاتي وبترك اهلي طيب بدي ارجع للنقطة اللي قلتيا يعني الولد لما ينزوي بهالعالم الافتراضي يعني بالبيئة يلي عايش فيها هو منه راضي ما فيه ما فيه متابعة ما هو للولد يعني انا شو عم بزرع بولدي ما عم بنتبه هو عم شو عم بفوت هلا صوري ببرا بأوروبا وبإيطاليا اخدوا قرارات وبفلوريدا هلا مش من زمان اخدوا قرار الدولة الابليكيشن العيلة فيه سيستم على الابليكيشن بقدر يفتحه للولد ساعة ساعتين على الابليكيشن مش يقضي ساعات هي وين والبي والولد بس معلق على الابليكيشن سوحدوا الموضوع صاروا يواعوا الاهل لمخاطر هيدا الموضوع نحنا هون عنا الاهل عم بحطوا ولادون بهيدا الموضوع بلا وعي هني يمكن من محبتون انه تنفرجي العالم هوية ابني تنفرجي هيدا كيف بنتي بتعمل كيف بتغني بنتي طب بنتك يمكن منا بحاجة ما بدا تطلع هالقاد كتير يمكن ما هي تختار فأنا لما يجيني حالة اختصاب كسار ولاد من يومين ثلاثة بنت ست سنين مبارح توم بنات لما انا بيجيني هولي الكيات انا بتطلع هيك وين الاهل طب نحنا بنقول اوكي نحنا عملت كيف مسؤوليتنا على الاهل مية بالمية هي المسؤولية مية بالمية على الاهل اول شي على الاهل لانه انت الولد عمره خمس ست سنين شو نازل عم يعمل عالطريق لحاله لا نازل عالدكان لحاله ان شاء الله لو كان الدكان بنفس البنية بس الاهل في يعني بدون يقدروا يرقبوا يعني ولد ممكن بالمدرسة تصير وممكن تحرش بالمدرسة يصير هون هون الاهل كيف بيقدروا هون هون لما يصير نحنا عم تحكي عن شخصين عن اللي تحرشوا فيه وعن المتحرش وين اللوكيشن وكيف صاريت هون بتحدد انت ما بديك تحاسبه لانه انا لما بتصير بقلب مدرسة وبدي حاسب اللي اعتدى على هاي شي وبرد لأهله ولما بدي احكي احكي مش حاسب اللي اعتدى عليه لانه نحنا عم منحاسب اللي اعتدى عليهم الولاد ما عم بتقروا تحكي لان بتخاف شو بدي يقول المجتمع اللي بدي يحسسوه انه هي المزن بقى هو اللي غلط هيدا ولد اوقات كتير بخاف تحكي لأهل ايه فهون عم بقول انا وين المشك لأ يعني كيف منشوفه من اي منظر منعرف كيف بدنا نلاقيه لحال ومنعرف وين نحط اللوم ونحله انا لما بلاقي عنده هلا كيات عم تروح شباب تنتحر لانه صير معهم هون واذا قبول احنا ما يقتلني بي بخلص انا من الحياة هو دجا كلنا نكون عارفين اللي عتدى عليه اللي وصل انه يعتد عليه هو دجا عم بيعيني بينه وبين حاله هلأ من كتير التروميات اكي متابع نفسي عدم ثقة بالنفس ببقى يحس حاله مسؤول واللي بيعتد يعني ان كان المعتدى الكاسر اول مش كاسر واللي اعتد عليه اذا بيتعودوا على هالموضوع هون بيصير بقى المشكلة لانه لازم تلقطيع بالاول قدد تلقطيع بكير اكي بس بدي ارجع لنقطة ليش منشوف كتير ولاد عطيتي مثال انه الولد بيهرب من العالم اللي هو فيه اللي مش عاجبه الى عالم افتراضي وبيصير يشوف بالاشخاص التانين مالجأ لقيله ويحكي طيب ليش فيه ولاد بيروحوا لا او قصار للقصص السلبية وفيه ولاد علما انه بيروحوا على الاشخاص الاجبية ايه وهندي نفس نفس الابليكيشنز نفس الشو قبل ما لعطيك شي مثال مثال بسيط اثنين بالبيت خيام بالبيت اخدوا نفس المعاملة من الاهل تعاملوا معهم نفس الطريقة وكافية نفس المشاكل واكلوا نفس الاكل ونفس المدرسة اثنين كل واحد كراكتر شي طبع شي وكل واحد ريسبتور بطريقة معينة متلقي بطريقة معينة فبتلاقي يا ولد طلع بطريقة كتير بوزيتيف بالحياة يا ولد طلع بطريقة كتير نيجتيف والسبب السبب اهلون ما انتبهوا انه هون كل واحد متلقي بطريقة شكل يعني انا الاهل مفكرة انه انا انه ليه هو طلع ميح وهي ديك لا ماهني نفس الشي وعملي نفس الشي ومدربي نفس الشي لانه هو بيتلقى لمواضيع حاجته مش متل حاجة خيه اللي هو ناطره منكن يا أهل مش متل اللي ناطره الشخص التاني يعني عم بتقولي للأهل أنه كل ولد بده معاملة مختلفة عن التاني وهيدي برجع لمرة لما قلت الأهل بدون يكتشفوا ولادون أي نوع هن لما بيكتشفوا أي نوع إذا هن بصري ولا سمعي ولا حسي حيعرفوا هن يتعاملوا بقى مع كل ولد وحيعرفوا شو هوايات كل ولد وشو اللي بيجذبوا أكتر وبدل ما قتركوا أنا على أبليكيشن يفوت هو يتدرب كيف حط ميك أب بيجات رادي ويذني أو يفوت يشوف أصص خاصة بالأصص اليدوية اللي بتكون أيام كتير منيحة في كتير محلات بالأبليكيشنز كتير منيح بس أول شي الأهل بدون يعملوا كونترول عشو الولد عم بيشوف لما يكونوا فهمينين الولد عشو عم بنبش بقلب هيدا الأبليكيشن فأنا بنتي بتحب الميك أب بروح بشجع بجب لها ميك أب على البيت بخليها تتعلم بنتبه وين عم بتفوت تتعلم مين اللي عم بيعلمها ميك أب بكرة بحطها بدورات تتعلم يعني نشتغل على حاجة الولد بعدين بدون ينتبهوا الأهل أنا حاجاتي والنقص اللي كان عندي بحياتي أنا مش جاية عوده لأولادي نقصي أنا ما قدرت عوده بطريقة ما بس ولده بروتجكت جديد بالحياة ما في يأجي أنا أقول أنا ما أعطيت كتير حب بكرة أولادي بدي غرقهم بالحب أنا ماهتموا فيي بدي غرقهم بالاهتمام كل شيء تغريق بالاهتمام كمان بيوصل لأكسريميست كمان لتطرف طيب بس كريستال هل كل يعني كل حدا أو كل قاصر أو كل ولد عنده مشاكل بقلب بيته يعني بين أهله بيروح إلى العالم الافتراضي وبيعيش بها العالم الافتراضي إن كان بشكل إيجابي أم بشكل سلبي هلأ أنت بعصر كل الولاد عم بتفوت واللي بيقلك ماما وتليفون الولد ومعن بيفوت كزاب إلا اللي عن جرح حالتهم مدية كتير وما قادرين بس حالة صرفان بحالة أو حالة اللي عندهم رقابة كتير كبيرة ممكن بس أنا بقول دايما الولد وين محطيتي عرضة إنه يعني متعرض لأي شيء الأهل دورون وين الأهل يقعدوا الولد أول شيء يتفهم شو حدود علاقته بالآخر أنا وين اللي ميتت اللي لازم حط وين الحدود هيدا أي عمر؟ هيدا بتبلش تقريبا من عشرة عشرة سنين القصص اللي بدي أحكيها ما حدا بيقرب يغمرك ما حدا بيقرب يبوسك موضي إيه مع الأهل بايشو لأنه نحنا أولادنا من نحنا بروح يبوسي عمه روح يسلمي عطانت روح يعمل إصوهية يا بصير ريتيويل بتكرر كل الوقت طريقة تقليدية بالتعامل يا أنا من الأول ما بحط هيدا ما بفتح هيدا المساحة الكتير كبيرة للمجتمعنا في كل شي ما شفنا شفنا حالات أقارب اغتصبوا أطفال للبنتي اللي توفيت يعني فمن الأقارب قبل لبعد فأنا من الأول بس أنا عم بحكي كديالوج وتهو قادر يسمعيك ويصير عم بيستوعب شو عم بتقولي ويصيروا بعدين لأنه بهيدا العمر بيباشوا الغرائز بيباشوا اكتشفوا حالهم سو بيصير هو بده يعرف ويبقى تعرف فهولا ما يقعدوا للأهل مش ضروري نفتح كل شي على بس متل ما قولوا عبساط أحمد ونخبر تفاصيل بس نحط حدود ونفهمون لي يعني ما كل حدا غريب عنا ما منقرب ونسلم جسدية كونتاك تكون جسد ما بغرنا بولا شي بدكن شي نقصكن شي تعقلولنا دايما نحسون نحنا هون نحنا موجودين إذا صار شي خبرونا مش نترك لأنه صارت معبرو مش قصصونا حتى ما يخاف مش هيك عم بقلك ما نتعامل كرفقة نتعامل كأهل ليحسوا إنه أنا أصرلي شي عند أهل بظهري إذا أنا عزت شي ما عايز منه بومبون شدوها لبنت ببومبون من يومين على باب بناية وجه يتحرش فيها رجال كبير فشو ما بدك من أبسط الأشياء نحنا أهليك لنجهز لك يهون وإذا ما يكون قادرين ما ديا ما تحسسوا الولد إنه مش قادرين رح نجيبها ما جبتوها الجمعة بتنجيب جمعة الجي بس هو الولد بيدرب راسه إنه أنا أهلي مهتمين أنا أهلي شو ما بقلون بساعدوني أنا أهلي مين ما أزاني ما بخاف روح خبرون لحوا وخافوا حتشوفي على مساطر اللي عم نشوفهم هلأ كتير كتير وبطريقة بس هون بي إذا بدنا نحكي عن الوسيلة الوسيلة إجمالة عم بتكون هي إغراء بالمصاري بالمادييات إي بالمادييات ليش لأنه إنتي بانديك ما هو أن أنا لما يكون عندي نقص عاطفة أوكي ما بروح بطلب نقص عاطفة بروح بشتر تياب باكل كتير بتشوفي في عنديك حالات سمنة كتير أو بصيروا كتير ضعاف بساعدون يا أنوركسية وبزد كتير بيروحوا عالقصص دايما المادية بيكسروا يعني دايما عنديك انت الريفلكس اللي بيطلع أي نقص على فكرة اللي عنده وجع مادي هيدا عنده نقص بالمشاعر واللي بحبي ياكل كتير عنده نقص بالمشاعر هيدا أثبت تتدراسات مية بالمية فبصير ياكل هو مش عارف طالي على بال نقص بالمشاعر كي بيقولو فراغ عاطفة فراغ اهتمام سو بتلاقيهم كتير عم بيروحوا عالقصص المادية فأنا لما أنا بدي غريك بغريك بالمصاري بشو بدي غريك بدي إليك رحبك كتير ورح أعمل هيك ما بهم غير بيقدر يحبني بس أنا لما إجي إليك طلبي أي ساق بدك يا كم أسد بدك كم ضهرة بدك شو سيارة بدك ياها بيجي بقل الولد الزغار طب أنت بشو إذا هو أهلو ما قدريني يأمنولو أبسط الأشياء اللي هن موجودين الزغار روش هش التفاصيل لأولاد بيجي بيقلنا أخدوا تعالى حتى نروح نعطيك أميس تخيالي من شو أميس صرنا بشبكة هيدا أميس يعني بيجي بيجي الولد بيحب نحنا كنا نحب بكلي حلق أميس تشيبس نروح على شو بقولوا لون من معيه يعني هايدي ممكن توقع الولد ضحية مية بالمية هون أنا بدي شوف الأبي شيك بقال له نراقبه ونتبه طيب بدي أرجع صعب شوية على الأهل إنه يراقبه إنه بهيدا الأبليكيشن مش صعب الأبليكيشن مش صعب لأنه أنت عنديك محلات بقلب الأبليكيشنز في كتوده بتبتعملي سكرين للQR كود بسرعة تلفوني كمين عندي يحكوه وشو عن تشوفه تقدر تقنيا بس كريستال يعني بدي أرجع معك لهيدا النقطة لنقطة اللي انطلقنا منها هي المشاكل الأهل عن البيئة إذا فينا نقول البيئة اللي عايش فيها الولد طيب بقولوا لك الأهل طيب نحنا ومم نقدر نتفاهم مع بعض الزوج وزوجته بيضل فيه شجار بيضل فيه مشاكل بينتنا طلع بس نحنا كيف نحنا بدنا نبقى نحنا بدنا نبقى بيضل فيه مشاكل بس نحنا بدنا نبقى سوى كيف أنا فيي أرجع إنشو الأبني أو بنتي من هالعالم الافتراضي أول شي بدونينشو حالي أول شي بدونينشو حالون تاينشو الأولاد لأنه أنا إذا أنا بقلب مشكلة ووعي إنه أنا في عنده مشكلة بقلب البيت بس أنا ما بدي روح لطلع بدي ضلني بهالعلاقة أول شي روح عند أخصائيين كل واحد منهم يعملوا كابل ترابي ويشوفوا شو هي المشكلة لما بالكابل ترابي بتنحال ساعتها الولد هيدا اللي حيعمل ريفليكسيون رح يرح على العالم الواقع رح يشوف الولد إنه تغيره وشوي شوي إذا أنا جيد أناته إنه تعال نطلع نعمل مشروع نحنا مع بعضنا تعال نروح نرقص مع بعضنا تسجل بأكاديمي تعال نروح على لونة بارك سوا تعال لما إجي أنا إله تعثر عنده سقة إنه أنا عندي وقت إله تيوتو كوليتي تايم مش عاتيوتو بس يتسلى فيها أو بس ميدييات ساعتهو حيشوفني إنه أنا تغيرت بابا تغير تعاملهم هني تغير ما هتبدو يضل منزوي عن هيدا عن هيدا المعموعة اللي هي صايرة صار بدو يكون مع أهله بلاس بدو تيرابي لأنه إنت عنديك فترة معينة كان هو شي الحالو من هيدا المجتمع وعمل المجتمع لحالو إنت تخيلي عايشة بانية شي وجيته وبقولك بده تدلك أنت حتقومي أنا كيف ولا تقاصر وعمل هيدا المونت طبعه اللي بيلعب ببجي وبحارب وبينتصر اللي بيفوت عامل عاملوا عائلة لقلهم فأنت جاي عم تسحبي بيك تسحبي بطريقة سليمة أول شي عالجوا بعض كا كابلز كا كابلز بعدين عالجوا لتعالجوا لولاد وما نوعيب ونطلع من فكرة عيب نروح نتعالج عيب لما نوصل لمحال نقذي ولادنا ونقذي حالنا بالنتيجة للمجتمع هو مسؤول من عائلتكن ولا حد مسؤول من عائلتكن انتو اللي انتو مسؤولين من عائلتكن وهيك معك مننهي هالحلقة كريستال بييجابي لأنه يعني ما في شي ما له حال بس نمشي على السكة الصحيحة شكرا لك كريستال بالجاني مدربة حياة عائلية أهلا وسهلا بشكر الأصدقاء المشهدين والمستمعين اللي اتبعونا بانترفيو اشتركوا في القناة